تحية طيبة مشاهدين وأهلا بكم إلى موجز أخبار الآن سيطر مقاتل قوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة على مقر قيادة تنظيم داعش في الرقة الشمالي سوريا وصدروا أسلحة وأجهزة اتصالات خلفها المتشددون بحسب قيادين في هذا التحالف المؤلف من فصائل عربية وكردية واستعدت قوات سوريا الديمقراطية مدعومة بضربات جوية للتحالف الدولي 90% من أراضي العاصمة السابقة للتنظيم في سوريا كما ما يزال المتشددون يحتلون منطقة أخيرة في وسط الرقة تبنى داعش الهجوم الانتحاري الذي استهدف مركزا للشرطة في حي الميدان وسط العاصمة السورية دمشق ورحى ضحيته 15 شخصا وأصيب آخرون بجروح في حين أنشر المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن من بين الضحايا مدنيون وفرد من الشرطة أعلن مسؤولون عسكريون ونفطيون عراقيون أن مقاتلي داعش أضرموا النار في ثلاثة أبار قرب الحويجة غربي مدينة كاركوك النفطية وهي إحدى منطقتين ما تزلان تحت احتلال التنظيم الإرهابي وقال مسؤولون عسكريون إن قوات الأمن تستخدم جرفات للسيطرة على النار التي أشعلها مسلح داعش بهدف تعطيل تقدم القوات صوب الحويجة أعلنت شرطة لاس فيغاس أنها عثرت على أسلحة نارية وذخائر ومتفجرات في منزل ستيفن بادوك الذي أطلق النار على مشاركين في حفل غنائي في المدينة فقتل 59 شخصا وأصاب 527 آخرين بجروح ثم انتحر ونقلت وكالة فرانس بريس أن المحققين الذين دهموا المنزل الواقع في مسكت عثروا على ما يزيد على 18 قطعة سلاح النارين إضافية وبعض المتفجرات قال البيت الأبيض إن الإدارة الأمريكية لن تجري في الوقت الحالي أي محادثات مع كوريا الشمالية باستثناء محادثات محتملة بشأن إطلاق صراح مواطنين أمريكيين محتجزين هناك وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن المحادثات الوحيدة التي جرت والتي ستجرى ستنصب على إعادة أمريكيين محتجزين بخلاف ذلك لن نجري محادثات مع كوريا الشمالية في الوقت الراهن ألقت السلطات السريلانكية القبض على سبعة أشخاص من بينهم كاهن بوذي بتهمة الاعتداء على مركز تابع للأمم المتحدة لإيواء الروهينغا المسلمين بضواحي كولومبو الأسبوع الماضي وذكرت وسائل العلمية أن السلطات السريلانكية قررت استمرار احتجاز الأشخاص السبع على ذمة الدعوة بعد أن قاموا باقتحام مركز الإيواء الذي يضم سبعة عشر شخصا من بينهم أطفال والذين فروا من ميانمار إلى سريلانكا في شهر أبريل نيسان الماضي خاربا من أعمال العنف التي ترتكب ضدهم من قوات الأمن هناك نهاية الموجز في أمان الله نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الآن على يوتيوب ليصلكم كل جديد قموا بالضغط على زر اشتراك أو سبسكرايب أو إن أعجبكم ذلك شاركونا تعليقاتكم ولا تترددوا أيضا بالضغط على مشاركة أو لايك شكرا